المترجم للقناة طيب فإذا إذا بدنا نبتدي في القيامة لابد أن نقرأ من كلمة الرب أنت طلبت قبل الحلقة أن تكون القراءة من بشارة لوقا في الإنجيل المقدس صحاح 24 طيب بحب أدعو كل المشاهدين إذا معك محمول إذا معك آيباد آيفون جالكسي وعندك الكتاب فيك يعني التابع معنا في بشارة لوقا الإصحاح 24 من الآية الأولى ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنهم ومعهن أناس فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع وفيما هن محترات في ذلك إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض قالا لهن لماذا تطلبنا الحية بين الأموات ليس هوها هنا لكنه قام ذكرنا كيف كلم كنا وهو بعد في الجليل قائلا إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطى ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله يبارك لنا الرب كلمة على ما سمعنا طبعا هون بإصحاح 24 بيتكلم عن القيامة اشتركوا في القناة